هل تمتلك موسكو مفتاح الحل الأزمة السورية بعد قرابة 12 عاماً من اشتعال هذه الأزمة بالنظر إلى الاجتماع الثلاثي مؤخراً ما بين وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا؟ حسناً روسيا دائماً تقول أنها لا تفرض أي حلول على سوريا ولكن الشعب السوري نفسه لابد أن يحدد مصيره وكيف يريد أن يتعامل مع الدول الأخرى وأيضاً كان هناك الكثير من المباحثات التي دعت إليها موسكو وواشنطن قد رفضت أن تدخل في هذه المباحثات وأنا أرى أن هناك الآن اتفاقاً وهذا الاتفاق لابد أن ينص على احترام سوريا كدولة لاسيادة مع احترام حق تركيا في الحفاظ على أمنها وأن تعمل على حفظ أمنها فيما يحدده من شمال سوريا وبالنسبة لروسيا فهي تعمل بشكل رسمي في سوريا وشكل شرعي لأن سوريا هي التي دعتها إلى التدخل وأيضاً فروسيا قد ساعدت سوريا في أن تحصل على أمانها واستقرارها فأنا أعتقد أن الاجتماع له تأثير جيد جداً لأنه سيؤدي إلى حل وسط يستطيع في كل الأطراف أن يحصلوا على مصالحهم وأيضاً نحن لا نريد أن يكون هناك حرب أهلية في سوريا وهذا الاتفاق سيمنع أي شيء كهذا وأننا لا نريد أن تكون هناك نفس السياسات الموجودة في اليمن والمعتمدة على عدم العدل سوريا لن تكرر المأساة التي حصلت في ليبيا وفي اليمن ولكن ستستطيع أن تقف على قدميها مرة أخرى هذا هو موقف روسيا